الأخطاء المزيفة من سامسونج وهواوي لماذا؟ وهل هي مقصودة؟ وتصميم غريب لميت 20 أهلا بك في نشراتك يبدو أن قسم التسويق في شركتي هواوي وسامسونج يخضعان لمراقبة أكثر الآن إلا إذا كانت هذه الأخطاء مقصودة يقال إن الإعلان هو فن خلق حاجة عند الناس لا يحتاجونها بالأصل لكن هل يصل الأمر إلى تزييف الإعلانات؟ أزمة وقعت بها شركة هواوي وسامسونج بعد إعلان أنتجه فرع الأولى في مصر والثانية في البرازيل القصة من البداية أن إعلانا بطلاه الممثل المصري سار الشامي وزميلها أحمد مجدي ظهر في فيديو إعلاني لهاتف في نوفا آي 3 ويظهر الممثل مجدي وكأنه يلتقط الصورة السيلفي بالهاتف لكن الشامي ذهبت إلى إنستجرام ونشرت صورة على حسابها لكواليس التصوير وتظهر أن اللقطة تم تصويرها بكاميرا DSLR احترافية وليس هاتف نوفا من هنا بدأ الجدل والنقاش والاتهامات ضد أواوي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تعمل على تزييف إعلاناتها وخداع الجمهور رغم بعض الآراء التي تختلف مع هذا الرأي التعليقات رد على سؤال الأسبوع في قناة رقمي كان أكثرها ينتخد الشركة بنسبة 60% قائلين أن ما حدث يعتبر خداعا وغيابا للمزاقية وسوف يؤثر بالسلب على ثقة المستخدمين واعتبروا ما جاء في الإعلان سقطة من أواوي وتمنوا أن لا تتكرر خاصة أن شركة عملاقة بحجم أواوي لها محبوها وعشاق كثر وهواتفها تحظى بإعجاب الكثير من المستخدمين فيما قال الأربعون في المئة الباقون من متابعي رقمي أن ما حدث بالإعلان لن يؤثر على مزاقية الشركة خاصة أن أغلب الشركات تصوروا إعلاناتها بكاميرا احترافية وقالوا أن الاختبار الحقيقي للهاتف ليس من خلال الإعلان ولكن من خلال الاستخدام وهناك أراء تؤمن بنظرية المؤامرة ولا تستبعد أن أواوي افتعلت هذا الخطأ مجددا مستندين بذلك إلى أن ما حدث تسبب في شهرة الإعلان أضعافا مضاعفة وأصبحت الصفحات والمواقع والنشطاء كلهم يتكلمون على الإعلان وفي نهاية المطاف تسويق مجاني من هؤلاء للهاتف وأن الناس تنسى بسرعة ما حدث لكنها تتذكر الإعلان الذي صار مشهورا أكثر وأكثر وبالكاد نسي الناس هذه الأزمة حتى وقعت شركة سامسونج بخطأ مشابه حساب الشركة في البرازيل نشر صورة سيلفي لشاب وفتى يستعرض فيها قدرة الكاميرا الأمامية لهاتف جالكسي A8 على التقاط صور السيلفي وما لبث إلى أن وقعت الصورة بين أيدي حساب على تويتر ليكشف بالأدلة أن الصورة من تصوير وكالة جتي اميج العالمية للصور وتستخدم هذه الوكالة كاميرات DSLR وأن هذه الصورة تم التقاطها أصلا في عام 2015 وتساءل هذا الحساب بالقول سامسونج هل تريدون خداعنا؟ الحساب نفسه أيضا كشف صورة ثانية نشرها الحساب من تصوير وكالة جتي اميج على أنها من تصوير جالكسي A8 معلق عليها بالقول هذه ليست المرة الوحيدة لكن حساب سامسونج البرازيل رد معترفا بالخطأ وحاول تبرير ما حدث بأنه خلل فني وهذا يذكرنا بالدعوة القضائية التي رفعها مواطن صني ضد شركة أبل عام 2016 حينما اتهم الشركة بتزييف إعلانها حول آيفون 6S وطلب يومها بتعويض مادي لأنه اشترى الهاتف بناء على جملة في الإعلان تقول الشيء الوحيد الذي تغير هو كل شيء لكنه تفاجأ أن الهاتف شبيه جدا بهاتف آيفون 6 أخطاء تزييف إعلانات أو سمها كما شئت سواء كانت مقصودة أم لا وحتى لو أظهرت غيابا للمصدقية للمنتج لكن ثمت من يؤمن أن هذه الشركات العملاقة قادرة على تخطي الأزمة التسويقية بل والاستفادة منها الكشف عن أقوى مجموعة تسريبات لهاتف هواوي ميت 20 التسريبات تشمل مفاجأتين في الشاشة وظهر الهاتف هذا شكل الكاميرا الخلفية في آيفون X جالاكسي نوت 9 بي 20 برو لكن ماذا عن تصميم هذه الكاميرا الخلفية؟ هذا ما نشره موقع XDA لمجموعة صور ومعلومات ادعى أنها لهاتف ميت 20 من واوي الصور التي نشرها الموقع أظهرت أن الهاتف بثلاث كاميرات خلفية مع فلاش في أعلى منتصف الظهر ضمن مربع وليست متراصة كما حدث مع بي 20 برو ولا تظهر الصور مكان مستشعر البصمة أو شعار الشركة الأمر الذي قد يؤشر إلى أن هذا التصميم مبدئي وليس نهائيا ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج وسيعمل بنظام أندرويد 9P مع واجهة EMUI 9 المفاجأة الثانية كانت مع الشاشة التي تحتوي على قطع صغير بالشاشة يذكرنا بتصميم هاتف Essential صاحب أول قطع بالشاشة قبل آيفون X وجاء على هذا الشكل الصغير في سقف الهاتف يوجد سماعة المكالمات مدمج معها مكبر صوت ثاني بجانب الموجود بالأسفل بالأسفل يوجد سماعة ثانية ومنفذ USB Type-C وبالأعلى يوجد منفذ 3.5 ملي متر لتركيب سماعات الأذن وعلى الجانب الأيمن يتواجد أزرار التحكم في الصوت وزر الطاقة وعلى الجانب الأيسر يوجد منفذ تركيب شريحة الاتصال حسب تسريبات الموقع فإن Mate 20 سيأتي بشاشة أموليد بقياس 6.3 إنش بدقة 1080x2244 بيكسل ومعالج كيرن 980 ورهم 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت وسيتواجد نسخ أخرى سيأتي الهاتف ببطارية بقوة 4200 ميلي أمبير مع دعم تقنية الشحن اللاسلكي موعد إطلاق الهاتف من المتوقع أن يكون في شهر أكتوبر المقبل وإلى عالم تنافسي آخر إنفيديا وفي مؤتمر تاريخي تكشف عن تقنية ثورية مستقبلية في مجال البطاقات الرسومية لتكون أكبر قفزة رسومية منذ 11 سنة بعد أن كان الجميع يتوقع أعلان المدير التنفيذي لشركة إنفيديا جين سوني هوانغ عن بطاقات RTX 1180 عند اعتلائه المنصة إلا أنه فاجأهم بتكذيب جميع التسريبات وعد بالكشف عن أشياء لا يتوقعونها وبالفعل فاجأ هوانغ الجميع بالأعلان عن معمارية تورينغ الجديدة والتقنية الثورية الجديدة في عالم بطاقات الرسومات وهي التقنية التي تعمل على تتبع الإشعاع فوريا مما سيجعل تجربة الألعاب أجمل بكثير وبهذه التقنية أصبح ممكن بسبب استعمال تورينغ لأنوية RT تتبع الإشعاع بالإضافة إلى أنوية تنسور والتي تساعد على استدلال الذكاء الاصطناعي وعندما يعملان معا يجعل تتبع الإشعاع خلال الوقت الفعلي أمرا حقيقيا وليس من المستقبل التتبع الإشعاعي الفوري هو تقنية خاصة لتقفل انعكاسات والظلال وكيفية تفاعلها على السطوح داخل الألعاب وهو ما يعطيك تجربة فريدة جدا للعب وقد أعلنت الشركة عن بعض الألعاب التي تستطيع الاستفالة من هذه التقنية فيها Shadow of the Tomb Raider هذه المعمارية هي أقوى معمارية موجودة الآن وهي مصنعة بدقة 12 نانومتر وهو أمر مدهش مع العلم أن معمارية باسكال كانت مصنعة بدقة 16 نانومتر وعرضت الشركة في المؤتمر نماذج لذلك فالبطاقة قدمت أداء أقوى بست مرات من معمارية باسكال الحالية في المعالجة الرسومية كما أنها تفوقت بالتتبع الإشاعي بـ 25 ضعفا عن أداء باسكال هذه القوة لن تكون موجهة للألعاب فقط فسيتم الاستفادة منها بشكل أكبر في تطبيقات Deep Learning وتقنيات المؤثرات البصرية بالأفلام لكن إنفديا لم تكتفي بذلك وأعلنت في نهاية المؤتمر عن بطاقات الألعاب الجديدة RTX 2070, 2080, 2080 Ti وهي مزودة بذاكرة خارجية من سامسونج GDDR6 ودعم هاردوير لـ USB Type-C وذلك لدعم نظرات الواقع الافتراضي بمدخل واحد فقط وبالنسبة لقدرات البطاقات فنبدأ بالأقل قوة وحتى الأعلى أولا RTX 2070 FE تأتي بتردد 1710 هيرتز وفيديو رام 8 جيجا بايت من النوع الجديد GDDR6 ويتضم 2304 كودا كور وتسهلك 185 واط بسعر يبدأ من 600 دولار ويتعد أقوى من Titan XP ثانيا بطاقة RTX 2080 FE تأتي هذه البطاقة بتردد 1800 هيرتز وفيديو رام 8 جيجا بايت من النوع الجديد أيضا GDDR6 ويتضم 2944 كودا كور وتسهلك 215 واط وبسعر يبدأ من 800 دولار وعلى عكس التوقعات قامت انفيديا بالإعلان عن بطاقة RTX 2080 Ti والتي كانت انفيديا بالعادة تعلنها في تاريخ مختلف وهي كالعادة أقوى ما هو موجود الآن وتأتي بتردد 1653 هيرتز وفيديو رام 11 جيجا بايت من النوع الجديد أيضا GDDR6 ويتضم 4350 كودا كور وهو رقم مرعب وتسهلك 250 واط وهو رقم مرتفع مقارنة بمعمارية باسكال حيث كانت بطاقة GTX 1080 تسهلك 180 واط الفائزون الخمسة بمصابقة أجمل صور لهذا الأسبوع للمشاركة في المسابقة تابعونا في منصف نشور خاص كل يوم اثنين على فيسبوك والآن أهم الأخبار تطبيق جيميل لمنصة الأندرويد يحصل على ميزة إلغاء إرسال البريد الإلكتروني وتعمل هذه الميزة على نسخة الأندرويد من جيميل بنفس الطريقة التي تعمل بها على نسخة الويب حيث عندما يتم إرسال الرسالة ويكون لدى المستخدمين بضع ثوان يمكن فيها التراجع عن إرسال الرسالة مجلة فوربس الأمريكية تقول أن طرح هاتف آيفون 9 قد يتأجل إلى شهر نوفمبر أي بعد حوالي شهرين من الإعلان عنه في سبتمبر لأسباب تسويقية لينوفو تكشف رسميا عن خمسة أجهزة تابلت جديدة بأسعار تبدأ من 70 دولار أمريكي وتعمل بنظام الأندرويد شاومي تطرح هاتف بوكو أف وان بمواصفات رائدة مع السعر يبدأ من 300 دولار من بين المواصفات معالج سناب دراجون 845 ورام 8 جيجا بايت دراسة حديثة أجرتها مجلة بي سي ماك تكشف أن السعر وتجربة المستخدم هما ضمن الأسباب الرئيسية التي تجعل مستخدمي الهواتف الذكية يتنقلون من منصة إلى أخرى دراسة تكشف أن الشركات كبرى من بينها شركات تقنية مثل جوجل وأبل وآي بي أم أصبحوا لا يطلبون الشهادة الجماعية ضمن شروط التوظيف تسري بصورة جديدة لهاتف LG V40 ويظهر أنه سيأتي بخمس كاميرا ثلاثة خلفية وكاميرتان أماميتان ومن المتوقع الإعلان عنه في شهر نوفمبر القادم طرح مشروع عن سوار ذكي من نوع غريب مهمته كما يدعي مطور السوار هو جعلك واعيا بما يكفي للتحكم في أحلامك وأن تعيش تخيلاتك خلال نومك بكل وضوح وبحسب رغبتك لايك والشير لدعمنا ونختم مع هذا الفيديو نلقاك الأحد القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة